أستاذ حامد واحدة من أهم ملامح شخصية الكابتن صالح أنه كان عازف عن الإعلام لا يتعطاه بأي شكل من الأشكال بل يمكن تقلو الكبير أو ده خلى الإعلام هو من يسعى وراءه بكل قوة لكن خلينا أسأل سؤال افتراضي ماذا لو عايش صالح سليم زمن السوشيال ميديا لو صالح سليم موجود في عصر الفيسبوك كان هيتعامل ازاي أنا أعتقد أنه كان من داخله هيكون مقاطع مقاطع لأن ما يحدث على السوشيال ميديا هو تقريبا عكس كل مبادئ صالح سليم الكذب والمبلغة والمجملة والنفاق يعني ما كانش هيعمل أكاونت بإسمه واحد تاني لا 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 بس هامل أكاونت بإسمه هيستحمل بك هو هيعتبر أنه ده مش موجود رغم أنه هو على فكرة كان من الناس المتابعة للتطور التكنولوجيين صحية من بدري صحية فهو من بدري كان الموضوع ده شغله لكن أنا لا أعتقد أنه اللي بيحصل على السوشيال ميديا هذه الأيام كان ممكن يهز شعره في شعر الكابتن ولا يأثر حتى في تكوين صورته القوية ده لا أنا أعتقد كان ساعتها يقول لك إيه أيها إحنا عايزين متخصصين يتعاملوا مع الكلام ده ماذا؟ لكن هو ويقول وحطه ورده لا 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 ده مش صالح سليم خالص خالص صالح سليم أنا ظللت في مجلة الآي لوقتي داخل على 35 سنة كل فترة الكابتن صالح سليم لم يحدث مرة إنه سأل ده ليه ولا حطته إيه ولا عملته إزاي رغم أنه كان بيبقى مهتم بالمجلة لأنه أنا أتذكر أنه عم نصاري البيع أنا أعتقد في مرة أحكي معاه قبل ما يتوفى الله يرحمه فبسأله عن صالح سليم فقال لي أنه كان بيجيب كرسي يوعد جنبي هنا وقل لي ها إيه الأخبار والإقبال على المجلة إزاي وطب إيه أحسن حاجة بتبقى في المجلة الأعضاء بيتكلموا عليها طب إيه أنت رأيك تتطور بيسأل عم نصار هذا المغرور يسأل عم نصار يجيب كرسي ويوعد جنبه يعني لكن السوشيال ميديا السمات الأساسية بتاعتها زي ما اتفقنا هي المجملة والمبلغة والنفاق والتجرؤ والتجرؤ طبعا فده هو ما كانش ممكن هيأثر فيه طبعا لكن المؤكد أنه هو كان هيبقى لا علاقة له بهذا الموضوع على فكرة